اشتركوا في القناة شيء عجيب دعونا نتأمل هذا البحث العلمي المثير للانتباه طبعا هناك ظاهرة تعتبر من عجائب النحل بعض النحل يتناول أثناء رحلاته مواد مخدرة مثل الإيثانول وهي مادة تنتج بعد تخمر بعض الثمار الناضجة في الطبيعة فتأتي النحلة لتلعق بلسانها قسما من هذه المواد فتصبح سكرة مثل البشر ويستمر تأثير هذه المادة 48 ساعة طبعا بعد تعاطي النمل لهذه المسكرات يعني تتعرض لأعراض تشبه أعراض السكر عند الإنسان تصبح عدوانية ومؤذية وتفسد العسل وتفرغ فيه هذه المواد المخدرة مما يؤدي إلى تسممه طبعا هنا وبعد مراقبة طويلة وجدوا أن هناك نحلات متخصصات بالدفاع عن الخلايا فتقوم مباشرة بكشف هذه النحلات السكرة فيكسرون أرجلها لكي يمنعوها من إعادة تعاطي المسكرات ولا تنمو أرجل جديدة لها إلا بعد 48 ساعة سبحان الله يعني هذا النظام من أين جاء به النحل كيف علموا أن هذه النحلة قد شربت مادة مسكرة أو مخدرة وأنها أصبحت عدوانية وأنها ستفسد النظام الموجود في الخلايا والنحل المادة الشفائية عظيمة جدا لا يجوز أن تفسد لذلك تقوم بكسر أرجل هذه النحلات وبعد يومين تصح هذه النحلات وتصبح الأمور طبيعية سبحان الله لذلك الله عز وجل أنزل سورة كاملة اسمها سورة النحل وقال فيها وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون فهذا الوحي الذي أوحاه الله إلى النحل يعني يمكن أن نجد في دماغ كل نحلة برنامج معقد يدلها على طريقها يدلها ماذا تفعل مثل كتاب التشغيل يدلها أنها ينبغي أن تتخلص من هذه النحلة السكرانة وتعاقبها وبالتالي فإن هذه البرامج الله هو الذي أوجدها وهذا يناقض نظرية التطور التي تدعي أن كل شيء جاء بالمصادفة وصدق الله تعالى عندما قال الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل والحمد لله رب العالمين حتى يتبين لهم أنه الحق